استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة إيف مسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والترمية المستدامة بجمهورية الكنغو الديمقراطية وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية بأن الوزيرة الكنغولية نقلت رسالة إلى رئيس السيسي من الرئيس الكنغولي فليكس تشيسكيدي تضمنت الإعرابة عن الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والكنغو الديمقراطية كما أعرب الرئيس الكنغولي عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة بقيادة الرئيس السيسي للدفع بالأجندة الأفريقية في إطار قضية تغير المناخ وذلك بهدف دعم الموقف الأفريقي الموحد والعمل على التفعيل الكامل للمبادرات الأفريقية المطروحة بما يؤكد وحدة الموقف الأفريقي مؤكدا في هذا الإطار على ثقته في أن تمثل القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل خطوة محورية لحجد الجهد الدولي المشترك لمواجهة تغير المناخ من جانبه نقل الرئيس السيسي تحياته إلى أخيه الرئيس تشيسيكيدي مؤكدا مواصلة مصر دعمها ومساندتها للكنغو الديمقراطية والاستمرار في تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لها كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية تمثل نموذجا للتعاون والتنصيق والدعم المتبادل كما أكد رئيس السيسي الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لملف تغير المناخ على الصعيدين الأفريقي والدولي خاصة من خلال استضافتها المرتقبة لقمة شارم الشيخ والتي تستهدف محاولة الوصول لتوافق حول الموضوعات الخلافية بين الدول النامية والمتقدمة في هذا الصدد الأمر الذي يعد استكمالا للدور الذي بدأته مصر منذ عام 2015 وحتى 2017 عندما ترأست مؤتمر وزراء البيئة الأفريقى ولجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ وشدد الرئيس السيسي على حرص مصر على الانخراط الجاد والتنصيق وحجد الدعم اللازم لدول القارة الأفريقية لضمان تكيفها بشكل عاجل مع الأثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لتغير المناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل فضلا عن العمل مع كافة الأطراف باسم قارة الأفريقية ولصالحها وذلك لضمان خروج قمة شارم الشيخ بنتائج متوازنة تساهم في دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وتعزيز قدرة الدول النامية على التكيف وعلى النفاذ إلى التمويل وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شاهد مناقشة أفاق دفع الجهود الأفريقية المشتركة لتعزيز التضافر والتضامن لمواجهة تغير المناخ وتبعاته السلبية بما يساهم في وضع شواغل وتطلعات القارة على الساحة الدولية لمفاوضات تغير المناخ